ما زال الوضع في منطقة حوض مرزق يكتنفه بعض الغموض بعد مواجهات مسلحة بين عصابات يعتقد أنها تشدية وأهالي منطقة أملارنب أهالي الجنوب تحركوا بعدما تحولت هذه العصابات التي يعتقد أنها موالية لمجرم الحرب حفتر إلى امتهان الحرابة والخطف مما تسبب في تقطيع أوصال الجنوب وتحول الأهالي إلى الطرق الرملية الوعرة في سفرهم بدل أن يسلك الطرق المعبدة التي تسيطر هذه العصابات على بعضها يرى بعض المراقبين أن مجرم الحرب حفتر الذي زار تشاد الأسبوع الماضي يسعى للسيطرة على الجنوب الغربي باستخدام هذه العصابات التشادية التي تنتشر في مناطق كثيرة من الجنوب الليبي على مرأة ومسمع حكومة السراج التي ضغطت فيما سبق على القوة الثالثة حتى تنسحب من الجنوب وتفسح المجال أمام هذه العصابات لتعيث في الجنوب فسادة بعدما كانت مناطق مثل الجفرة تشهد استقراراً كبيراً قبل سيطرة العصابات التشادية على بعض الطرق والمسالك المؤدية إليها هذه العصابات التي دخلت تحت عباءة ما يسمى القيادة العامة أثارت غضب أهالي فزان وأصبح الحراك المسلح لأهالي الجنوب مطلباً شعبياً لتطهير الجنوب منها ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن الحراك المسلح في أم لرانب ضد هذه العصابات هو أول الغيث الذي ربما سينتقل لمناطق أخرى خاصة لمدينة زلة التي تتوارد الأخبار عن استعداد الأهالي فيها لطرد هذه العصابات التي حولت معيشة أهل الجنوب إلى ضيق وضنك فهل ستتحرك الحكومة المخترحة؟ أم ستكتفي كالعادة بالبيانات التي سئمها أهل الجنوب؟ موسيقى موسيقى